موسيقى تحية مسائية من الان تيفي وأهلا وسهلا بكم مساء الخير قرار الاتحاد الأوروبي وضع الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب يتعاطم معه الحزب كما تعاطم مع القرار الظني للمحكمة الدولية والذي اتهم أفرادا منه باختيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أي أنه ظالم ولكن على خطورته لا يعد كونه ضربة سيف في ماء الخطير في هذه القراءة أن الحزب يتطلع إلى القرار من منظره الخاص أي أنه ليس للحزب شبكات عسكرية أو شبكات مصرفية على مساحة الاتحاد كما يقول من هنا فأنه لا يتأثر بالعقوبات الأوروبية من دون أن يحسب لمصالح الدولة اللبنانية ولعموم الشعب اللبناني أي حساب والإشكالية التي طرحت أمس عن كيفية التمييز بين العسكري وغير العسكري في الحزب من قبل الاتحاد الأوروبي تضعف إليها حكما الإشكالية الأتية وهي الأكبر كيف سيميز الاتحاد بين ما هو للحزب وما هو للدولة اللبنانية فيما الحزب جزء لا يتجزأ من الدولة ورغم ظهور سفيرة الاتحاد في لبنان في موقف ضعيف وفي موقف ما ينفذ قرارا أمريكيا إسرائليا لأن لا مصلحة أمنية أو اقتصادية لأوروبا في حصار الحزب لبنان ولا قناعة لديها بجدوى القرار ولا بعدالته إلا أن الأمر لا يعف الحزب ولا يعف الإجماع السياسي الوطني من واجب العمل على إظهار لبنان في مظهر الدولة وهذا يفترض إن توفرت الرغبة أن يجعل حزب الله في تسليم أمره للدولة عبر انتشال نفسه من الوحول السورية والعمل على تسهيل تشكيل حكومة سياسية حيادية متجانسة قادرة على إدارة شؤون البلاد كما يتعين على رئيس الحكومة المكلف التعجيل في تظهير هذه الصورة هو الذي لم ينفك يسوق لحكومة حيادية وفي هذا السياق حظي الرئيس سلام بتجديد بيعة من تيار المستقبل ومن فريق الربعشر من أذار الذين جددا زهدهما بالمقاعد الوزرية وعبدا له الطريقة أمليا من خلال الموافقة على الصيغة التي يمكن بموجبها التجديد للقادة العسكريين في مواقعهم بدءا بقائد الجيش البداية من زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا أكهورست قصر بوستروس وأعلانها أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في قراره كل ستة أشهر إلى وزير الخارجي عدنان منصور حملت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا أكهورست رسالتين أساسيتين أولى تتعلق بعدم تأثير القرار الأوروبي الجامع ضد حزب الله على علاقة لبنان بالاتحاد الأوروبي الذي يبقى شريكا أساسيا كما قالت ورسالة ثانية مفادها بأن الحوار مع كل الأحزاب بما فيهم حزب الله سيستمر ميزنا في القرار بين الذين يلعبون دورا سياسيا داخل الحزب وأولئك المنخرطين في أعمال عسكرية وبالنسبة للأسماء لقد حددنا فقط الجناح العسكري نحن لا نتحدث عن الأفراد بل عن الجناح العسكري لم تشأ إكهورست توضيح كيفية التمييز بين الجناح العسكري والسياسي لكنها أكدت أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في تعاون مع كل الأحزاب الممثلة في الحكومة كما تعاون مع الحكومة السابقة إكهورست التي كشفت أن القرار الرسمي سيعلن الخميس وأنه ستتم إعادة النظر فيه كل ستة أشهر طمأنة وزير الخارجية الذي عبر أمامها عن قلق من انعكاس القرار على الحياة السياسية في لبنان بالقول إن استقرار لبنان مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأن دول المشاركة في اليونيفل ستستمر في عملها كما في السابق القرار الأوروبي ضد حزب الله شكل موضوع اللقاء بين الوزير منصور والسفير الإيراني الذي دان القرار واصفا إياه بالمشروع الصهيو أمريكي ندق الجميع إلى التكاتف وإلى الحفاظ على الاستقرار وبما أن هذا شيء بسيط يعني لا يمكن أن يعتبر شيء مهم لأنه ممكن للبعض البلدان للبعض المجموعة أعتبره قرار بسيط يعني هذا الموضوع عمليا لا يحرك ساكنا في استمرار محج المقاومة لا يعثر على أي شيء السفير الإيراني هنأ وزير الخارجي على موقفه من القرار الأوروبي وسلمه رسالة تهنئة من نظيره الإيراني بانتصار المقاومة في حرب تموز إيكهورس تلتقى كذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي وصف القرار الأوروبي بالمؤامرة لم تحمل مواقف سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيكهورس في خلال لقائها رئيس مجلس النواب نبيه بري أي جديد عما رددته منذ صدور قرار تصنيف الجناح العسكري لحزب الله في خانة التنظيمات الإرهابية أما الموقف الأبرز فكان للرئيس بري الذي خاطب إيكهورس بلهجة عاتبة قائلا اكتشفنا أنكم تضعون إسرائيل فوق كل اعتبار ووصف بري القرار الأوروبي بالمؤامرة على لبنان معتبرا أن إسرائيل وحدها انتصرت بري دعا الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن قراره وإجراءاته لأنها ستطاول جميع اللبنانيين ومصالحهم في أوروبا إضافة إلى التشويش على علاقات الجوار العربية الأوروبية وخصوصا اللبنانية أبرز ردود الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي في هذا التقرير استنكرت الخارجية السورية بشدة قرار الاتحاد الأوروبي معتبرة أنه يستهدف حاضر الأمة العربية ومستقبلها وأشارت إلى أن شعبية حزب الله ومشاركته الفاعلة في كل ما يتعلق بتعزيز الوحدة في لبنان جعلته هدفا للدول والقوى التي لا تضمر الخير للبنان والأمة العربية من جهته رحب الاتلاف الوطني السوري بالقرار داعيا الاتحاد الأوروبي إلى محاكمة مسؤولي الحزب بسبب جرائمهم في سوريا والتقدم ليطاول القرار كل المسؤولين السياسيين الذين يؤسسون لكل أفعال الذراع العسكري للحزب لبنانيا أمل الرئيس المكلف تمام سلام في أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره معتبرا أنه لا يخدم الهدف الذي لطالما عبرت عنه دول الاتحاد في مساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات الوضع السياسي ورأى أن القرار لا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لأحياء الحوار وتعزيز الاستقرار وفي ظل المخاوف التي تم التحدث عنها بشأن اليونيفل أكدت الناطقة باسم قوات حفظ السلام في الجنوب أن اليونيفل تعمل وفقا للولاية المعطاط لها مشددة على أن الجنود يخدمون تحت علم الأمم المتحدة وهم لا يعملون بالنيابة عن دولهم مصادر مقربة من حزب الله تستخف بقرار الاتحاد الأوروبي وإدراج جناحه العسكري على لائحة الإرهاب وتصف الخطوة بنصف الاتهام الهادف إلى إبقائها من شن من المناورة أحسين خريص والتفاصيل أوروبا إمبراطورية في مرحلة الشيخوخة وكل دولة فيها تتكئ على الأخرى اقتصاديا أما سياسيا فهي لا تزال تبحث عن دور هنا وموقع هناك وفيما يتعلق بالسبب الرئيس لاستنفار أمريكا كل ضغوطها على أوروبا فهو فشل منفذي مشروعها في الاقصير الكلام لأحد المصادر السياسية في حزب الله خلال إحدى الدردشات غير العلنية ردا على إدراج ما سماه الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب رد عفوي في ظل اكتفاء الحزب برد رسمي عبر بيان صدر ليلة ثلاثاء واعتبر القرار عدوانيا وظالمة لا يستند إلى أي مبررات أو أدلة ورأى في خدوء دول الاتحاد للضغوط الأمريكية الصهيونية منحا خطرا في انصياع هذه الدول وإذعانها الكامل لإملاءات البيت الأبيض وفيما يصوم أركان الحزب عن الظهور في مقابلات صحفية كان لابد من سؤال المقربين منه عن خط بداية الجناح العسكري في الحزب وخط نهاية النشاط السياسي فيه المقاومة هي مجتمع مقاومة وليست فرقة عسكرية فالمقاتل في حزب الله هو ليس عسكري متطوع أو برتزق مأجور هو جزء من هذا البناء الاجتماعي المقاومة المتكامل بعمله الشق العسكري أو الجناح العسكري هو منفذ للسلطة السياسية في كل الهيئات والتنظيمات سكري رأى في قرار أوروبا نوعا من الحرية في العمل أكثر من التزام واشنطن ولندن باتهام حزب الله كله بالإرهاب هي نصف اتهام لحزب الله يترك هامشا من المناورة للاتحاد الأوروبي إن أراد الضغف على حزب الله فيقول هذا من الجناح العسكري ويتخذ إجراءات وإن أحجب عن الضغط يقول هذا من الجناح السياسي سؤال يفرض نفسه هل سيرد حزب الله المندمج في النسيج الشعبي الجنوبي على قوات اليونيفل التي تنتمي كتائب منها إلى الاتحاد الأوروبي إذا كان يريد أن يكون في تديئ من قوات اليونيفل ضد أبناء الجنوب في قراءهم من الطبيع أن نتوقع ردات فعل من أبناء هذه القرى تجاه اليونيفل وفي معلومات للأم تيفي أن النقاش الدائر في الأوساط السياسية الحزبية خلصة إلى أن أوروبا تعلن إجراءات كانت تنفذها جزئيا في مراحل سابقة في التقرير الخاص كيف يحل رمضان هذا العام على الأمة الإسلامية في ظل التوترات الأمنية والحروب المنتشرة في عدد من الدول العربية تقرير هانادي رحمي أن يحل رمضان يعني أن يحل معه الفرح وبوادر الطمأنينة والسلام فهل انقلبت الآية في السنوات الأخيرة في سوريا حرب أهلية في مصر أزمات سياسية وأمنية في العراق توترات بغالبيتها طائفية والسبحة تطول حتى أن لبنان لم يسلم من التطورات الدائرة في محيطه الإقليمي فاستهل الشهر الفضيل بانفجار هزى ضحية بيروت الجنوبية ما يجعل مسلمي المنطقة حالهم حال بقية أهلها فاقدين لأبسط أسباب الطمأنينة إلى واقعهم الآن هناك دعوات أو هناك محاولات لتخفيف من هذه الموجة ولإعادة الأمور إلى نصابها لكن لا ندري إذا كان هناك استجابة لهذه الدعوات هذا ينعكس سواء على مستوى المعيش لدى الناس الناس الآن تبحث عن لقمة العيش في سوريا النازحون أصبح لدهم كبير موجة الفقر والحاجة كبيرة جدا في مصر يحاولون أن يحولوا العمل السياسي من خلال دمجه بالعمل الديني عبر إقامة صلاة الترويح في أماكن الاعتصامات في ظل هذه الأوضاع لا يمر يوم إلا ويخرج من يحذر من الفتنة السنية الشعية علما أن الخلاف ليس خلافا دينيا ثقيا نشهد بعض المجازر بعض القتل يأتي أشخاص يحملون متفجرات يدخلون المساجد والحسانيات سواء عند السنة أو عند الشيعة المشكلة أن هناك من يستغل الخلاف المذهبي لإسقاطه على الصراع السياسي وتحريك العصبيات من هنا الخوف الكبير من انتشار الفتنة كما نلاحظ على امتداد خاصة من هذا الخط العراق، سوريا، لبنان، مصر، الأردن، فلسطين، البحرين، اليمن هناك أجواء مخيفة وهذا يحتاج لوقف التأمل من الجنة بعض الفهم الخاطئ للدين كان كفيلا بفرض حالات التطرف داخل الطوائف على اختلافها تطرف ولد حروبا ولدت بدورها أزمات اجتماعية واقتصادية أنهكت المنطقة فهل يعود أهل الدين إلى دينهم بدلا من تشويهه فتعود لاختلافات مجرد تفصيل يغني المنطقة بدلا من إفقارها وتمزيقها ماذا بحث وفد تيار المستقبل مع الرئيس عبد الحريري في السعودية؟ وهل كلمة الصر هي تشكيل حكومة في غضون شهر؟ تقرير برنا نعم شديد ماذا حملت زيارة وفد تيار المستقبل إلى السعودية؟ وهل صحيح أنها عادت بمهلة زمنية محددة؟ ستبلغ إلى الرئيس تمام سلام لتشكيل الحكومة؟ رئيس سلام عنده ملء السقة من قبل طيار المستقبل هو فقمت رئيس يديره المرحلة بالوقت الحالي إنما نحن رأينا أنه نعم البلد بحاجة لحكومة بأسرع وقت ممكن وإذا بيكون في حكومة حيادية مثل ما قال غبطة البطرك واليوم فكرة الحكومة الحيادية بدأت تيخد أفكار يعني هيك امتداد أوسع بكتير قد يكون هذا المخرج بس بالتأكيد نحن مش وارد لعنا ولا عند رئيس سعد الحريري لا توجيه إنزار ولا تحديد مهل ولا ولا شيء من هذا الكلام مش هيك من نتعاطى نحن بالتأكيد مع شخص مثل الرئيس سلام وماذا عن استعداد الرئيس بري لدراسة إمكانية ترشح الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة إذا أراد ذلك؟ وقت اللي بيجي الرئيس الحريري رئيس حكومة صف طير المستقبل ضمن الحكومة صار تلقائي بيجي الأطراف الآخرين يعني مطلوب يجي الرئيس الحريري يعمل غطاء سياسي لحزب الله بتدخله بسوريا وبكل ممارساته وكذلك أنه ممكن يكون هايدي يعني ما بدي أقول أنا استدراج بس ما بعتقد أنه الرئيس الحريري هو اللي بيقرر عامتا بيجي الاستدراج السياسي ما حيمشي أما عن الدعوة للحوار خلا نذكر أنه حزب الله فات على الحوار سنة 2006 أخذنا على الحرب فات على الحوار 2007 أخذنا على سبع أيار فات على الحوار 2010 أخذنا على الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية شو أجندة حزب الله حتى متحمس كل هالأدل للحوار تقبلوا اليوم المشاركة بالحوار قبل تشكيل حكومة؟ نظرتنا دايما إيجابية لخطوات فخمت الرئيس بس أنا سمعت من فخمت الرئيس كلام كتير واضح قال أنه هو مع الحوار مبني على أساس تأكيد إعلان بعبده وقال أنه هو أيضا بعد تأليف الحكومة يعتبر أنه تأليف الحكومة هي الأولوية ولكن نحن بتيار المستقبل لن نأخذ أي قرار بدون التنصيق مع حلفاءنا بكل هالمواضيع صحيح ما هو حق دكتور سمير جعجع أنه يجرب لمجرب عقله مخرب ولكن شو الإحتمالات الأخرى؟ أنه نقطع على نبعات كليا من شانك بدأت تشاور فتفات يؤكد أن تشكيل الحكومة اليوم أفضل من الغد لكن يرفض التعرض للضغوط السياسية التي يمارسها حزب الله لتأليف حكومة تخدم المصالح الإيرانية ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من فرع مخابرات البقاع ذهمت ليلة الاثنين أحد المنازل في بلدة مجد العنجر وقبضت على المشتبه فيه بزرع الربوة الناسفة على طريق المصنع قبل أيام والتي استهدفت سيارة تابعة لحزب الله وهو سوري الجنسية ويدعى ألف حاء اجتماع وزاري أمني واقتصادي لتنظيم ملف اللاجئين سوريين وضبط التجاوزات والمخالفات التي يقومون بها على الأراضي اللبنانية على هذا الصعيد ملف اللاجئين السوريين في لبنان تصدر الملفات في السراء الحكومي حيث ترأس رئيس الحكومة المستقيل نجيب نقاتي اجتماعا وزاريا وأمنيا خصصا للبحث في الإجراءات الرسمية اللبنانية لتنظيم ملفهم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور أكد الاتفاق على مجموعة إجراءات تدخل في إطار حماية سيادة الدولة اللبنانية وحماية اللاجئ السوري والمواطن اللبناني على حد سواء أبرزها مكافحة ظاهرة التسول والاشتباكات بالأسلحة البيضاء في الأسواق الشعبية إضافة إلى المنافسة الاقتصادية الحاصلة بخمس أو ست قرى فقط في منطقة بين البقاع الغربي والبقاع الأوسط تم إحصاء من قبل الخلي الأمني المكلف بهذا الأمر 377 نشاط اقتصادي غير مرخص عب يفتح المطعم السوري عب يسكر المطعم اللبناني عب نفتح فرن عب يسكر فرن اللبناني لكي لا يحصل توتر لبناني سوري وحصل وتطور إلى مستويات قياسية ستبدأ منذ الاثنين فرق وزارة الاقتصاد مع وزارة الداخلية مع المحافظين ورؤس الولايات بإزالة التدعديات في هذه المنطقة على أمل أن تنتقل إلى مناطق أخرى أما وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أولى نحاس فتحدث عن شكاوى عن الأعمال التي يقوم بها اللاجئون السوريون في عدة مناطق لبنانية معتبرا أن الموضوع لا يشكل مخالفة قانونية فقط إنما أيضا مخالفة أساسية لكيفية وجود اللاجئين على الأرض اللبنانية غارات جوية مكثفة على مناطق سورية وكيري يعقد محادثات أزمة لحشد المساعدات لسوريا ورئيس الاتلاف السوري المعارض يطلب في باريس دعما من فرنسا بين النظام وحزب الله والجيش الحر والمقاتلين الإسلاميين الجهاديين والمقاتلين الأكراد يعيش السوريون دومة حرب المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر لبراهيمي أكد أنه لا يملك عصى صحرية تشترح الحلول مؤكدا أنه يسعى لعقد مؤتمر جنافتنين من دون أن يحدد أي موعد متوقع لذلك والبراهيمي أضاف أن ثمت مسائل لم تحل بعد مثل مشاركة إيران وانقسام المعارضة مقابل جهود السلام لا تزال القوى الإسلامية المتطرفة تحاول فرض أمر واقع في سوريا بعدما اتسعت رقعة سيطرتها ميدانيا ولكنها تصطدم بمقاتل جيش الحر والأكراد الذين يواصلون تقدمهم شمالا حيث سيطروا على عدد من القرى بعد طرد الجهاديين منها وفي هذا الإطار أكد زعيم جبهة النصرة الشيخ أبو محمد الجولاني رفض أهل الجهاد أي عملية سياسية وانتخابات برلمانية داعيا إلى أحلال حكم الشريعة والإسلام ومحذرا من أي تسوية سياسية بضغط دولي الجولاني تطرق إلى مشاركة حزب الله في القتال في سوريا وأما ملف ما يسمى بحزب الله يد إيران في المنطقة فإنا لنشكر الله على حماقة من يدير هذا الحزب فقد كشف ستارا عظيما عن حقد دفين يكنه أتباع هذا الحزب تجاه أهل السنة لطالما حذر منه المحذرون وفي التطورات الميدانية أكد الناشطون المعارضون تعرض ريف إدلب لقصف عنيف وخصوصا على سرمين وجس الشغور كما أدت القذائف في دير الزور إلى اندلاع النيران في منازل المدنيين إلى ذلك نقل أربعة سوريين أصيبوا جراء القتال في سوريا للعلاج في مستشفى إسرائيلي وفق مصدر طبي إسرائيلي ومن نيويورك وفيما أشار المندوب البريطاني إلى اجتماعا للمعارضة السورية برئاسة أحمد الجربة مع دول المجلس الخمسة عشر أكد مندوب إسرائيل أن بلاده لن تتدخل في الأزمة السورية أمريكيا عدد رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي مارتن دامسي في رسالة وجهها إلى الكونغرس الخيارات الواردة للقيام بتدخل عسكري في سوريا مشيرا إلى أن أي قرار محتمل في هذا الشأن يبقى خيارا سياسيا إلا ذلك وصل خبيران من الأمم المتحدة متخصصا في الأسلحة الكيميائية إلى مطار رفيق الحرير الدولي في طريقهما إلى سوريا في مصر قتل أكثر من عشرة أشخاص في موجة عنف جديدة ومواجهات بين المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومعاردنا له الصدمات وقعت في ميدان تحرير في القاهرة لترتفع حصيلة القتلى في اترباط مصر بعد الثلاثين من حزيران الماضي إلى مائة وخمسين قتيلة بعد الأعلان أوقاف صيدة برئيسين توجه النائب بالعماد ميشيل عون بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل برسالة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي أدرجت الجناح المسلح لحزب الله على لائحة الإرهاب وذكر عون أن الشعوب الأوروبية مارست المقاومة في مرحلة ما لتحرير أرضها من الاحتلال قد أذهلني بالأمس خبر إدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي لما في هذا القرار من تناقض مع شرعة الأمم المتحدة التي أدرجت على تحرير أرضها كنا نتمنى من دول الاتحاد الأوروبي أن تدعمنا بحقنا في أرضنا لا أن تتهم المقاومة بالإرهاب بناء على اتهامات كاذبة فياليتكم تنظرون إلى ما جنته حروب بعض دولكم في سوريا على لبنان من نتائج وخيمة تنوء بحملها دول اتحادكم كتلة المستقبل أسفت لقرار الاتحاد الأوروبي ورأت في اجتماعها الأسبوعي أن على حزب الله العودة إلى التزام ثوابت الوطنية وحصرية السلاح والتزام إعلان بعبدة وسحب المقاتلين من سوريا وتسليم المتهمين باغتيال رئيس الشهيد رفيق الحريري كان بإمكان حزب الله تجنب الوصول إلى ما وصلت إليه الأمور لو أنه أبقى توجهاته مرتبطة بالمصالح الوطنية اللبنانية العليا المتلازمة مع الحرص الدائم على وحدة اللبنانيين وتضامنهم فيما بينهم وهو الأمر الذي تجلى في مواجهة الحزب المشرفة مع العدو الإسرائيلي على أثر عدوان عنقيد الغضب الذي أسفر عن تفاهم نيسان ومهد الانتصار العام 2000 بانسحاب المحتل الإسرائيلي أو على أثر عدوان تموز 2006 لكن حزب الله ما لبث أن انقلب على انجازات ترك المرحلة وحول بندقيته إلى الداخل اللبناني ووجهها إلى صدور باقي اللبنانيين وكذلك إلى الداخل السوري أكد رئيس الهيئة التنفيذية في الحزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عن قضية هاشم السلمان لن تموت جعجع وخلال استقبال وفتا من عائلة السلمان أسفة أنه منذ تاريخ الاستشهاد الذي حصل تحت نظر الأجهزة الأمنية شرعية اللبنانية لم يتم توقيف أحد مع الهلم أن القتل معروفون أريد نادي على السلطة السياسية بالدرجة الأولى على الرئيس الجمهورية والحكومة ولو أنه كانت حكومة تصريف أعمال وزير الدخلية ووزير الدفاع على المراجعة القضائية مدى عام التمييز بالأخص تأخذوا الإجراءات اللازمة فضيحة كبيرة بحق لبنان بحق الدولة اللبنانية بحق الشعب اللبناني ككل لأن الدولة اللبنانية مفتلت مثل الشعب اللبناني ككل فضيحة كبيرة أنه بعد 43 يوم من استشهاد هشم السلمان ما يكون صار فيه أي تدبير قضائي أو أمني جدي بها الخصوص أنا بها المناسبة بديقول هالقضية ما رح تموت هدنا وقت ما رح تموت رح انتباعها للآخر تيوصل كل صاحب حق لحقه وتل القتل يمسله أمام العدالة أزمة جديدة تطاول دار الإفتاء في صيدة بعد تعيين رئيسين لدائرة الأوقاف بعد ما بات لصيدة مفتيان ها هي اليوم تحصل على رئيسين لدائرة الأوقاف الإسلامية يتنازعان الصلاحيات والمهام فبعد تعيين مفتي الجمهورية شيخ محمد رشيد قباني للشيخ نزيه نأوزي رئيسا للدائرة حاول الشيخ المعين حديثا تسلم مهامه في مبنى دار الإفتاء ففوجئ بقرار رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي التجديد للمفتي الشيخ سليم سوسان في رئاسة الدائرة واتهم نقوزي فرع المعلومات بمنعه من دخول المبنى فرع المعلومات بقيادة فؤاد رمضان منعوني من دخول مكتب رئاسة الدائرة وهددوني فأنا مارست عملي كرئيس دائرة أوقاف صيدة الإسلامية من امبارح التنين من ساحة الدائرة بدون مكتب من جهاته رأى الشيخ سليم سوسان أن قرار تكليف نقوزي غير شرعي وعليه فهو يصدر القرارات وآلية القرار في تكليف رئاسة دائرة الأوقاف الإسلامية في سينة والتي أشغلها منذ أكثر من أربعين عام وبنفس التواقية في السنوات الأخيرة فلماذا هذه التواقية رضيت أو أوفق عليها في السنة الماضية التي قبلها وللنوافق عليها في هذا العام وفي انتظار حسم الأمر في أزمة دار الإفتاء سيبقى المواطن الصيدوي ضائعا في متاهات التجاذبات السياسية والدينية غادر رئيس الجمهورية العماد مشال سليمان بيروت قبل ظهر ثلاثاء متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة وصفها مكتبه الإعلامي بأنها خاصة وتستمر بضعة أيام وكان سليمان عرض مع رئيس قتلة المستقبل النيابية فؤاد سنيورا لتطورات السياسية والحكومية الرهنة شب حريق كبير في الأحراج بين بلتي برآيل وعيون الغزلان في عكار والتهمة النيران عددا كبيرا من المساحات الخضراء في المنطقة وتعمل عناصر الدفاع المدني والجيش على إهماد الحريق بعد منشدات الأهالي خوفا من امتداد النار إلى منازلهم تعلن الأم تي في إلى كافة مشاهديها في فرنسا أنها لا تزال متوفرة عبر جميع موزعي تليفزيون رقمي مثل فري وأورنج أما في حال عدم توفرها عبر SFR وبويغ وفرجن موبايل فتدعو الأم تي في المشتركين في هذه الخدمات إلى المبادرة بالاتصال فورا بموزعيهم لإضافة المحطة إلى شبكة قنوتهم كما وتعتذر سلفا عن أي سوء ناتج في هذا الإطار موضحة أن هذه الإجراءات لا تعود إلى قرارات صادرة عنها كما وتذكر الام تي في أنه من البديهي أن تكون في طليعة ما يسمى بالباقة اللبنانية في فرنسا إذ هي تحتل الترتيب الأول بين القنوات اللبنانية كافة بعد أعلان الصبي الملكي الثالث عملية القاعدة في العراق الزيارة البابوية حادثة الطائرة في أمريكا وزلزال الصين في هذا التقرير في العراق تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التابع للقاعدة الهجوم الذي شن مساء الأحد على سجنين قرب بغداد وكان نفر من السجنين خمسمائة سجين بينهم كبار قيادات القاعدة خلال عملية قتل فيها واحد وعشرون سجينا تثير الحماسة المحيطة بزيارة البابا فرانسيس البرازيل مخاوف متزايدة من حصول تجاوزات بسبب حركة الاحتجاجات الاجتماعية ضد غلاء المعيشة والفساد وكانت الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا إثر لقاء البابا الرئيس ديلما روسيف في الولايات المتحدة جرح عدد من الأشخاص في مطار لاغارديا في نيويورك بسبب مشكلة طرأت على طائرة بوينغ خلال هبوطها وكانت الطائرة تقل 150 شخصا في الصين تواصل فرق الإغاثة عمليات التفتيش في المباني المنهارة عن ناجين غداة الزلزال الذي ضرب مقاطعة جنسو شمال غرب البلاد متسببا بمقتل ما لا يقل عن 89 شخصا وقبل المتابعة المشاهدين نشير إلى أن عائلة يعقوب استغربت القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق في الشمال في قضية ابنتهم رولا يعقوب الذي قضى بإخلاء سبيل زوجها المتهم بدربها حتى الموت فأكدت أنها ستتابع القضية حتى النهاية مع إصرارها على ضرورة إعادة تشريح الجثة لتبيان حقيقة ما حصل ماذا في السر اليوم؟ ظهر الارتباك في منطق أنجلينا أكهورست التي بدت غير مقتنعة بقرار الاتحاد الأوروبي حيال حزب الله وهي لم تستطع الإجابة عن كيف ستميز العقوبات بين أفراد الحزب وجناحيه العسكري والسياسي ومصالح لبنان والآن إلى موريس والأخبار الاقتصادية مساء الخير أعلن رئيس الاتحاد الدولي للمصرفين العرب دكتور جوزيف طراباي عن استجابة السلطات القبرسية لنديئة لوجهته المصارف العربية إلى بعدم المساس بوضع غير المقيمين أعلن طراباي سجل خلال مؤتمر صحفي عقاده بالاشتراك مع أمين عام اتحاد المصارف العربية ويسان فتوح وبحطور رئيس جمعية المصارف دكتور فرانسو باسيل وخصص للإعلان عن نتائج زيارة الدكتور طربي وفتوح لأبرز في كبرس 13 مصرف عربي بينهم 10 مصارف لبنانية جاء القرار الأوروبي بالنسبة للقطاع المالي في كبرس جائرا وفي إطار معالجته للأزمة المصرفية وتمويل حلها من الاتحاد الأوروبي طلب من كبرس فرد ضريبة 10% على كل الودائع في البنوك العاملة فيها طلبنا عدم شمول هذه الخطة المؤزية الودائع المدرجة في البنوك العربية واللبنانية باعتبار أن هذه الفروع المصرفية سليمة من الناحية المصرفية لقد استجابت السلطات في كبرس للنداء الذي وجهته المصارف العربية لها بعدم المس بودائع غير المقيمين وعدم فرد أي مجيبات استثنائية عليها لم يتضرر أي مصرف لبناني من التدابير التي حصلت في كبرس بطلب اتحاد المصارف العربية تأكيدات من السلطات الكبرسية على استمرار سياسة عدم التعارض للودائع وتلقى ما يطمئن بهذا الخصوص كما تم الاتفاق مع الجانب الكبرسي على إقامة منتدى مصرف عربي كبرسي تحت عنوان إعادة الثقة في إشارة إلى التأكيد على الإصلاح الاقتصادي والمصرفي في كبرس أعلن رئيس عفوا من تابع أخبارنا حيث توقعت مصادر مطلعة بالقطاع النفط للأم تي في ارتفاع سعر صفيحة البنزين صباح بكرة 400 ليرة وسعر المزوط 300 ليرة قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية للأردن بإيمة 340 مليون دولار اعتبارها من العام 2014 لا يوصل إجمال المساعدات لمليار دولار بخطوة بتعزز دور الأردن أحد أهم حلفاء واشنطن بالمنطقة وبيحصل الأردن سنويا على 660 مليون دولار من واشنطن منه 360 مليون دولار لدعم الاقتصاد وبيتم تخصيص 300 مليون دولار لدعم العسكري للمملكة الهشمية وتجاوز حجم الدين الأردني 23 مليار دولار حوالي 76% من الناتج المحلي للبلاد من الأخبار إلى الجولة المختصرة على الأسواء العالمية وطبعا نظر على دق المعادن حيث راجع الضهب اليوم وظل ارتفاع الدولار بشكل عام بعد ما سجل المعدن الأصفر أعلى زيادة يومية بأكتر من 3% وذلك بأكتر من سنة باريح وبعد ما كان دفع اختراق المقاومة الفني عند 1300 دولار ثم عند 1322 دولار دفع المتعاملين الحائزين على مراكز مدينة أو التزامة بالباية عند بلوغ الأسعار مستوى معين لتنفيذ هال التزامة عم نشوفه نزل الذهب عن مستوى 1335 دولار ونصف تقريبا ارتفعت أسعار العقود لإجري لمزيج براند بدعم من التفاعل بشأن الاقتصاد السيني وأيضا مخيف من انخفاض المعروض بوقت كان عم بسجل اليوم بعض التراجع دولتالي الأمريكي ولكن عادل يسجل بعض المكاسب بيها اللحظات بظل المخيف حول توقف ارتفاع الطلب بموسم الصيف بألوليات المتحدة إلى نظرة على دق الأمليات الرئيسية حول العالم حيث تراجع دولار بعدما حد تراجع عائدات أذون الخزينة الأمريكية من أقبال المستثمرين على الشراء العملي الأمريكي ارتفعت بحوالي 4% لليورو مقابل الدولار عند 1-32-18 هذه كانت أخبارنا الاقتصادية لما سأل يوم نعود لكم شكرا موريس العالم يستقبل بحفاوة أصابية الملكية الثالث في ترتيب العرش البريطاني والدة كاثرين ميدلتون تؤكد أنه بغاية الجمال ارسل دكاش وتفاصيل بـ 22 تموز 2013 بتمام الساعة 24 دقيقة بي توقيت لندن ولد الطفل الملكي ابن الأمير وليام وزوجته كاثرين ميدلتون هالطفل الملكي يشغل العالم وانتظار قدوم وبالأسابيع الأخيرة كان شبيه بالاهتمام بالحملات الانتخابية الطاحنة هو سابي وزنه 3 كيلو و800 جرام وهو وولدته بصحة جيدة جدا وقد حطم الرقم القياس بوزن الأطفال الملكيين يلي خلقوا بالحقابة الأخيرة خبر السعر غادر المستشفى على شكل رسالة من قسم التوليد إلى أصر باكنجهام وهي أعلان وقع أطباء ملكيين حددوا فيه موعد ولادة الطفل ووزنه ووضعت على قاعدة ببيحة الأصر الأعلان عن الحدث السعيد أثار موجة فرحة رمي على شبكات التواصل الاجتماعي قوبلت بالتصفيق الحار من قبل الجموع يلي وقفت أمام بوابات الأصر الكبيرة وتحت أضواء البدر ارتدت لندن آي اللون الأزرق والأبيض والأحمر وأضيئة النوافير باللون الأزرق على شرف الصب الملكي الاحتفالات كمان يلي عمّت عدد هائل من المناطق وحتى البلدين كان إلى طعم خاص ببلدة كاثرين رئيس وزراء البريطاني ديفيد كاميرون كان أول من علق على الخبر وقال أنه هاللحظة مهمة كتير بالنسبة للأمة الأمير ويليام يلي أمضى ليلته بالمستشفى مع زوجته أكد أنه انسوا عداء كتير من جهته أكد الأمير تشارلز أنه كونه صار جد لحظة فريدة جدا وهو فخور بها الأمر الأجهزة الملكية غيرت خططها باللحظة الأخيرة وتخلت عن القواعد الأديم المعتمدة خوفا من تسرب النبأ ونشرت بيين رسمي تماشيا مع تطور العصر وتتيلت رسائل التهنئة بولادة الطفل يلي ما كشف عن اسمه بعد وبيحمل منها اللألأب أمير كامبرج وصاحب السمو الملكي وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزوجته ميشيل من أوائل من هنأدوق ودوكة كامبرج بها المنسبة السعيدة ومن كندا وجه الحاكم العام ورئيس الوزراء أصدق التهيني إلى ويليام وكيت ومن أستراليا قال رئيس الوزراء أن بيليده بتتشارك مع العائلة فرحتها الصحف الأجنبية كلها عنوانت بالخط العريض على الصب الملكي وكل المحطات التلفزيونية اللي كانت مترق بولادة الطفل نقلت على ساعات طويلة الاحتفالات وردت الفعل على هالحدث السار يلي من المتوقع أنه يظل متصدر الأخبار لحد أول إطلالة رسمية لكيت وويليام مع ابنه يلي أطلقت المدفعية الملكية على شرف ويليده نانو ستين طلقة من برج لندن وواحدة أربعين طلقة من جوين بارك والآن إلى الرياضة مع عماد موسوار البداية ستكون مع الفوتبول حيث أعلن نادي باشرونة بطل الدوري الإسباني عن تعاقده رسميا مع المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو وخلفا للمدرب السابق تيتو فيرانوفا يلي اضطر للإنسحاب بسبب تدهور صحته وصرح النادي الكاتروني على موقعه الرسمي أن المدرب الأرجنتيني رح يوقع عقد لمدة موسمين مع النادي الإسباني إشارة إلى أن مارتينو قاد نادي أولد بويز هالموسم للفوز بلقى بالدور الأرجنتيني إضافة لبلوغه الدورة بأن نهاية لكأس العالم 2010 ونهاية كوبا أمريكا 2011 مع منتخب الباراقوي أيضا بأجواء كرة القدم كشف دايفيد مويز مدرب نادي منشستر يونايتد بمؤتمر صحافي عقدوا بمدينة يوكوهاما باليابان بأنه النادي كثف جهوده من أجل استئدام نجم بارشولونا فابريغاس فبحسب مويز قدم يونايتد الأسبوع الماضي عرض أولي لنجم أرسنال السابق بحوالي 46 مليون دولار أمريكي ولكن النادي الإسباني رفض ليعود النادي الإنجليزي ويقدم عرض تاني لشراء فابريغاس عن طريق نائب رئيس النادي الإنجليزي يلي عم بيقوم بالتفاوض مع بارشولونا إشارة إلى أن مويز أعرب أيضا بالمؤتمر على أن النادي الإنجليزي ما بيرغب حاليا بالتخلي عن نجمه وين روني من ناحية تانية وبعيد عن الفوتبول شهدت إسبانيا وتحديدا مدينة بارشولونا بمنافسات اليوم الثالث من بطولة العالم للسباحة عن عدة فئات ونجح اليوناني سبيريدون جيانوتيس من احتلال المركز الأول من سباق العشرة كيلومتر بالهوى الطلق بعد ما قطع المسافة بساعة وتسعة واربعين دقيقة وحد عشر ثانية لا يصبح أكبر متسابق بفوز بهالسباق عن عمر واحدة وثلاثين سنة وبمنافسات الغطس فازت أسطين بالميداليتين الزهبيتين عن فئة زوجة السيدات لمسافة عشر أمتار وفارد الرجاء عن مسافة متر أما مسابقة الرأس الإقاعي فكانت من نصيب روسية اللي فازت بالميدالية الزهبية بينما حصلت إسبانيا على المركز الثاني وأوكرانيا على المركز الثالث مشاهدينا هدا كينكتشي بسبور له هلا أنا برجع لألكون شكرا عماد من عماد إلى آلين وآخر أخبار الطقس موسيقى موسيقى بالوقت اللي عم تضرب بفرنسا وبريطانيا موجة شوب قوية غريبة عن طقسهم نحنا بلبنين بعده طقسنا صيفي عادي وما في أي موجة شوب استثنائية واصل لعننا على الأقل بالأيام الجاية اتجاه رياح جنوب غربي الحرارة على الساحل بتسجل 31 درجة على الجبيل بتتراوح بين 24 و30 أما بالداخل فبتتراوح بين 28 و32 درجة رطوبة عالية على الساحل الهواء خفيفة البحر معتدل والجو صافي إلى غائم جزئيا خطر أشاعة الشمس وخطر الحرائق بيرتفع طيلة فصل الصيف فنتبهوا منيح منهم جولة من الجو بتخذنا فوق بعض المناطق وديعة لبنانية لنشوف كيف تقصى ومنبلج جولتنا من دير جنين مع 29 درجة دار بعشتار 26 دومة 26 جبال 31 دوار 27 بعبدة 30 درجة مشموشة 28 وطقصنا مشمس وصافي بكافة المناطق مارون الرأس ودير ميميس 28 درجة صغبين 30 30 درجة بزحلة 31 بدير الأحمر والختين بالهرمل مع 31 درجة لمحة سريعا تقصنا بكرة وبالأيام الجاية بكرة الأربعة بتسجل حرارة 31 درجة وتقصنا مشمس وصافي بيستقر على هالشكل لنهار الخميس 32 درجة لنهار الجمعة ونهار السبت وتقصنا مكمل مشمس وصافي مثل العادة لنوقفة يومية مع الصور اللي عم تصنم منكن على يوري بورتن موجودة على ويبسايت الام تي في والام تي في أب وصور اللي اللي وصلونا من مازن ركيبي من جبال والصورة التانية بعثت لنا إياها ريا سري الدين من بزبدين هذه كانت أخبار التقص للليلة وأنا بلئيكم بكرة شكرا لكم مشاهدين الكرام تابعونا عبر ام تي في لبنوز الموقع على تويتر وام تي في لبنوز على موقع فيسبوك وعبر ام تي في تتكون دوت البي شكرا للمتابعة وإلى اللقاء إلى اللقاء